بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى ما زلنا في يوم الحد بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نمشي في طريق السعادة وننتقل وإحنا مطمئنين على إن التوافق هو أفضل طريق للوصول إلى السعادة فالتوافق الزواجي هو البوابة الآمنة للوصول إلى الرضا الزواجي ومنه إلى السعادة الزوجية ولذلك إحنا دايماً بيبقى يوم الحد عندنا وإن كنا في يوم الحد بنتكلم عن بعض المعوقات اللي عندنا لكن بنتكلم عن المعوقات دي من مدخل إن احنا تكون دي فرص عشان نكون أكثر توافقاً وأكثر وصولاً للسعادة وكأن المسألة مش مسألة إن احنا لما يكون عندنا مشكلة هنتكلم عنها يبقى إحنا في الحقيقة هنكون بعيدين عن السعادة هنكون قريبين من السعادة وعشان كده النهاردة هنتكلم عن حاجة بتقرق البيوت أنتم متعودين مني يوم الحد ده بنجيب الكلام اللي احنا بنشوفه في جلسات الإرشاد الزواجي ولذلك بتجدوا إن الكلام اللي احنا بنقوله يوم الحد وإن كان في بعض الأحيين بيوجع زي ما احنا في مرات تكلمنا عن حاجات كتيرة ممكن الناس زي الغموض الزواجي وكان حلقة كانت الناس شايفين إن هي كانت مهمة جداً النهاردة هنتكلم كمان وكأننا بنكمل الكلام على مسألة الغموض الزواجي بنكمل الكلام على مسألة الغموض الزواجي في حاجة مهمة جداً فيه سؤال بنسأله هل فيه أسرار بين الزوجين؟ طب هي إيه الأسرار تيه؟ السؤال ده في الحقيقة بيخلي الناس في كتير من الأحيين تجاوب بإجابات ما لهاش علاقة بالتوافق الزواجي لكن ليه علاقة بالإحساس بفكرة الكرامة أو فكرة التجارب السلبية؟ إحنا محتاجين نعرف إن كل واحد من الزوجين بيمتلك أسرار حتى لما بيدخل الزواج بيمتلك أسرار يعني إيه بيمتلك أسراره؟ آه إحنا مش بنقول إن إحنا بندعو للناس الغموض وندعو للناس إن كل واحد يبقى في شق من البيت لكن إحنا بنقول قاعدة مهمة جداً جداً ما لا أسرار له لا اتزانة ولا استقرار له يعني إيه؟ الشخص اللي ماره السر إيه اللي حاصل؟ بيحصل دايماً يحس إنه هو متعري حتى ولو كان الكلام ده على زوجك حتى ولو كان الكلام ده على زوجتك فسرك دايماً ملك الربك لأنه هو اللي سترك ومش من حق أحد ما تستعجلوش على فكرة أنا بقول كده لازم تكملوا معي المشوار لأن أنتو لو مشيتوا وأخدتوا اللقطة دي أنا عارف الناس كتيرة مشكلتهم مع بعض إن فيه واحد خايف من إن زوجته ما تكونش على قد السقة اللي بيدهاله ووحدة كمان خايفة إن زوجها ما يكونش على قد السقة اللي بينهم معيني الله سبحانه وتعالى قال اجتنبوا كثيراً من الظن فبيمرسوا ممارسات فيها انتهاك للأسرار وانتهاك للخصوصية ومش من حق أحد يطلع على الأسرار فما تحاولش تقول أنا هافش الأسرار ليه أنا هافش أسراري لشريك حياتي عشان يبقى بيننا شفافية وعشان يبقى حبيني أكتر على فكرة فيه ناس كتير عملوا الكلام ده وقفشوا أسرارهم فصورتهم بقت قبيحة في عين شريك حياتهم الحاجات اللي بينك وبين ربنا المعاصر اللي انت عملتها في السر ومحدش يعرفها غير مولاك إن انت كتبت أو عملت كذا ده مش هيقربك من شريك حياتك فعشان كده حرام شرعاً إن انت تكشف الأسرار اللي بينك وبين ربنا وسترها عليك وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ده وقال إيه حضرة النبي من كشف وقال رسول الله سأل كل أمتي معافة يقول حضرة النبي كل أمتي معافة إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستراه الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات أستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه الحديث هنا مطلق الحديث هنا عام فيشمل إذا كان الكلام ده على من بين الزجين أو على كل خلق الله طب ليه طيب؟ لكن فيه أسرار بقى ليه كده؟ لأن في بعض الأحيان بيبقى جزء من مفهوم حب التملك إن أنا أملك الشخص ده بكل أسرار وإحنا ما نحبش الحكاية تكون كده لكن فيه أسرار يجب أن شريك الحياة ويجب أن الزوج والزوجة يعرفها ودي بتكون الأسرار اللي لو ما ما تعرفتش ممكن تضر شريك الحياة زي الإصابة بأمراض بتمنع من الحياة الزوجية أو الإصابة بأمراض ممكن تضر زي الأمراض المعضية والمؤذية وعشان كده إحنا مثلا عملنا التحليل ما قبل الزواج للأمراض المتوطنة عشان دي أسرار ما ينفعش ما تتعرفش أو ما ينفعش إن حد يكتم عن شريك الحياة سر إنه عنده مرض نفسي خطير زي الاكتئاب الحاد الشديد ما ينفعش ما يقولوش الكلام ده وهو هتفتكر إن إفشال الأسرار غير الأسرار اللي هي المضرة والمعدية ده ممكن يكون تمن الحب وكأنك بتقول لشريك حياتك أنا خلاص أعديك أسراري وديني أنت الحب ولازم نعرف إن البوح بالأسرار بيعمله الشخص لما يخلط ما بين مفهومين المفهوم الأولاني التنفيس أو ما يسمى أنا بسميها المقايضة الزواجية هتديك أسرار وتتيني حب أو أنا عخلة ما بين مفهومين أنا هنفس ومحتاج للاحتواء وأنا كمان عايز فطفضة فالمشاعر اللي بتحصل للإنسان أثناء الفطفضة هي مشاعر نفسية مؤقتة فتقدر تفطفض بالمشاعر دي من غير الأسرار على فكرة مش لازم تقول الأسرار وده على فكرة ما بيبقاش اسمه غموض لكن لغموض في شيء إضافي إن أنت بتخبي حاجات عشان تبقى إنسان محدش يقدر يوصل للحقيقة معاك لكن كاتب الأسرار ده مش معناها إن الحقيقة مش ممكن أوصلها معاك لكن أنت بتستر اللي ستر الله وحتى في الأمور المادية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا احترام الزمة المالية لما كان صلى الله عليه وسلم أمينة على مال السيدة خديجة الكبرى عليه السلام وكان هو بينمه لها وذلك وده ممكن نبسله كمان من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحله ماله مريء مسلم من إلا بيطيب نفس يعني مش من الحكمة إن كل واحد يبقى مثلا معاك بس ورد التليفون بتاع التاني ليه؟ التليفون ده فيه أسرار فييجي أنا عارف دلوقت إن فيه واحدة هيقول لي طب أنا أفضل ما ممكن يكون فيه حاجة أفضل على العماية قبل ما تسأل السؤال ده ممكن نرجع خطوة بعد إذن حضرتك هو حضرتك كده مستأمن زوجتك على عرضك هو أنت مش كده فتحت باب الشر على نفسك واحد يقول لي أنا لازم أعرف الأسرار اللي بتتعلق بالأهل والأصدقاء وديرة المعارف فيروح يعيني يلاقي ما يلاقيش كلام بيمس العرض بس يلاقي كلام بيتتكلم هي بتفضفض مع أختها تلاقي بيفضفض مع أختها والفضفضة دي التتعلق بيه فتبقى الليلة بقى مش فايتة كل ما قالتها في ساعة غضب ولا هي أصدق أي حاجة وعشان كده كان مهم نتكلم عن مفهوم الخصوصية بين الزوجين فلكل طرف من أطراف الشريك العلاقة الزوجية عنده خصوصية تتعلق بيه وبأهل وعلى فكرة وخصوصياتنا دي بتشمل خصوصياتنا ومشاكلنا مع أهلنا كل ده من خصوصيات اللي ممكن ما يحب الشريك الحياة إنه يطلع شريكه عليها وعشان كده الأسرار مش بتتعلق بشخص واحد ده ممكن تتعلق بأطراف كتيرة جدا 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 ولذلك فيه شوية حاجات احنا لازم نعملها عشان نقدر نتعامل مع قضية الخصوصية الخصوصية